السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشخباركم لبس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم في قناة أميناء أيل متنوعة في هذا الفيديو سأشارك معكم تجربتي مع النظارات الطبية كجميع الناس من وصلتوا حد سن معين والتي تقنعاني من مشكلة ضعوة النظر تصبح لدينا صعوبة في القراءة عدم وضوح الرؤية زغللة أو تشوش في العين بطبيعة الحلم أن يكون هذه الأعراض كنمشيوا الطبيب ويعطينا النظارات المناسبة من بعد ما كنت تعملوا هاد النظارات دو جودة وكل فعالية كنتفاجئوا أنهم مكيوى المناش وكنتطروا الرجعوا عن الطبيب السبب هنا حسب تجربتي لعشتها يلا مبالاة يجا صحتنا وعدم زيارة الطبيب مرة مرة علاش من كنمشيوا عن الطبيب كيطرح لنا بعض الأسئلة على بعض الأمراض طبعا الحال كنجاوبوه لا لأن ما عندناش الأعراض وما كنتابهوش لها هنا الطبيب كيطرح لنا ندروا بعض التحاليل ولكن معظم الناس ومنهم حتى أنا كنرفضوه لما كنبغيوش إما لزيادة المصاريف ما كنعني متاشي حاجة وغندير غير نضادر ما يحتاش ندير التحاليل من بعد أشكا يوقع من كنستعملوا النظارات لخرج لنا الطبيب ما كنستبدواله كيبقى الوضع ديانا كيف ما هو وبعد الأحيان كيزيد يضعط النظار وكتكون مرافقة معه وهو حد بابا كتبرزطنا في العين ديانا كموقع لياه والله يحفظ الجميع هنا أعلاج الطبيب طلب مننا ندروا التحليلات باش يعرف مستوى السكر في الدم يعني الخزان الخزان أو السكر في الدم من كيكون مرتفع هو لكي يعطيها الأعراض لذكرت من قبل السبب هو بعض الممارسات الغير الصحية الأكل الغاني بالسكريات الدهون عدم الحركة وعامل السن في هذه الحالة من كترجاع عن الطبيب ما كيخرش لك نضادر حتى كيتقاد السكر في الدم يعني الخزان كيرجع للمستوى العادي الحمد لله من بعد واحد الحمياء أو ريجيم كيتقادم مستوى السكر في الدم وكتختفي هاد الأعراض وكيرجع النظار أو الشوف مزيان وما غنحتاجه إلا نظارات كيكون قياس ديالها قريب للطبيعي الهدف من هذه التجربة اللي شاركت معكم هو الاستفادة وتوضيح بعض الأمور اللي نصدقها بحياتنا ولي نكونوا غافلين عليها نتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته